اهلا بحضراتكم من جديد كلامنا دلوقتي عن واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من المتعون سنين وسنين واحد من أساطير النادي الاهلي واحد من أبناء النادي الاهلي ولما نقول أبناء النادي الاهلي مش شرط أن يكون خرج مقطع الناشئين أبناء النادي الاهلي بمواقفه مع النادي الاهلي أبناء النادي الاهلي بلعبه ببطولاته بدوره داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي الحاوي وليد سليمان لما نتكلم عن الكابتن وليد سليمان محتاج حلقات كابتن وليد سليمان اللي من أول لحظة حبه وإخلاصه كان للنادي الأهلي وعشقه للنادي الأهلي منذ الصغر وهو لسه ناشئ بيبتدوا حياته ولما جات له الفرصة علشان يلعب ويمثل النادي الأهلي حارب علشان حلمه حارب علشان حلمه وهو كان موجود في نادي أمبي وكان النادي الأهلي في مفاوضات والراجل حارب علشان يكون موجود في النادي الأهلي هو ده الحب الكبير اللي لازم وليد سليمان يشوفه من كل جميع النادي الأهلي وبالفعل شايفه وليد سليمان وليد سليمان اللي كتب منذ قليل وهقرى لحضاراتكو دلوقتي على صفحته صفحته على الفيسبوك وقال كم تأثرت حتى البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حزيت بها من قبل زملاء اللاعبين وجماهير الأهل العظيمة والوفية الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما سهل تعمل فلوز والصعب أنك تحقق إنجازات وتكتب تاريخا لا أصدق أن رحلة حداشر عاما مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكاروي أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانيلا الحمرة الحمراء صغيرا أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهل والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي لمست مع الأهلي وبفضل الأهلي سماوات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية رحلتي مع الأهلي داخل البصات الأخضر انتهت كنت فيها خادما للكيان وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان ولكن رحلة حبي وانتماء للكيان مستمرة للأبد أشكركم